اشتركوا في القناة صحة وسعادة استفساراتكم اقتراحاتكم ومداخلاتكم قبل ما اذكركم بداية برقام التواصل ويانا ارحم فريق العمل ويانا اليوم في الاعداد حسني البلاونة في التنسيق ميرا القفلي في الاخراج عيسى سبيل مقدمة الحلقة اليوم اياكم دكتورة عاشة البسطي بداية صبحكم الله بالخير مبروك عليكم الرحمة صراحة الجو من البارحة جدا مثل ما نقولها عجيب رهيب صراحة يعني يعطي روح ايجابية على نهاية الاسبوع على طول اليوم فتحس اجواء صدقة يعني تكون اجواء شوية تحس بها ايجابية حتى وفيها نشاط تبقي يعني تطلع طول الوقت تحس انك نشيط يعني الحمد لله يعني حتى الجو يأثر في نفسية الواحد زخات المطر اثرت ولاحط يعني حتى انا من البارحة اليوم احس الناس كلها تحس فيهم نشاط تحس فيهم سعادة الله يجعل ان شاء الله امطار خير ورحمة للجميع اذكركم برقامة تواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006 مثل ما عودناكم برامجنا من تنوع صحية وطبية بداية نبداها في فقرة التغذية اليوم فقرتنا التغذية مهمة صراحة يمكن لانه تختصر وقت وايد ناس خاصة الحين حياتنا صارت عملية نحب الاختصارات في اشياء وايدة ونستقل اوقاتنا في اشياء متعددة مو بشي واحد اليوم فقرتنا التغذية تتكلم عن تخزين الطعام المطبوخ حبينا تشاركنا فيها اخصائية التغذية عساس تشرحنا اكثر نتعرف اكثر عن طرق التخزين كيف نخزنها والفترات اللي نخزنها فيها هالتساؤلات الكثيرة اللي تخطر على بولنا دايما يومني نخزن اي طعام مطبوخ عندنا بالبيت فاليوم ان شاء الله بتكونوا يانا الاستاذ فاطمة الخروصي اخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحابة دبي صبحت الله بالخير فاطمة الله صبحت بالنور والسولة حبيب مبروك عليك الرحمة علينا علوكم ان شاء الله يا رب فاطمة انت عارفة الحين بالنسبة للطعام المطبوخ لا اهمية كثيرة انا ما نقدر اولا نرميه نستقله خاصة اذا يعني ما استخدمناه كليا في البيت ثاني شيء حتى تخزينه يوفر على العائلة او حتى ربة المنزل وقت معين في اعداد طبق ثاني او استقلال في شيء ثاني فممكن تحدثين اكثر عن تخزين الطعام المطبوخ ان شاء الله طبعا انا وفي كلنا عارفين المرأة العربية والمرأة التي دائما تشتهر بكرمها وحسن ضيافتها خاصة في تحضير الوجبات والعزومات فتكون كميات تقريبا مهولة او ممكن تكون كميات فوق اعداد الشخاص اللهم مثلا حضروا عندها العزومة وصارتنا يعني في فترة متأخرة ما تقدر مثلا توزعها او تخيها اما كان ممكن يعني الناس تستفيد منها فتضطروا تخزينها مثل ما تفضلت حق اليوم الثاني بس يعني احنا بغينا بس ننوه لبعض الناس انه في امكانية انهم يحطون مثلا او يخزنون هاي الأطعمة المطبوخة اللي بعد الطبخ في الثلاجة الفريزر بس دون تعرضهم لخطر التسمم طبعا من ضمن المصايح اللي احنا دايما ننصح العوائل هذه اللي دايما عندها الاشياء او ممكن تكون بعد الطبخ مباشرة حابين يخزنون الأطعمة تكون ما بين تقريبا تكون لازم خارج الثلاجة قبل تخزينها او ما تكون ساخنة لمدة ساعتين تقريبا التفادي تعرضها من البكتيري يعني يعني ما نترك خارج الثلاجة اكثر عن ساعتين وفي نفس الوقت لازم تكون مثلا ما بين أربع ساعات ثلاثة ساعات تكون المطبوخة هذه تحنحط في أطعمة أو علب تكون مغلفة جيدة يعني بطريقة أكثر يعني مغلق الإحكام وفي نفس الوقت مثلا نتأكد من بعد ما نحطها في الثلاجة هل هي درجة حرارة الثلاجة تكون من درجة حرارة ما بين خمس درجات أو أقل لأن أحيانا تكون درجة حرارة في الثلاجة فوق الخمس درجات ممكن أن يأثر على باقي الأطعم الموجودة حتى في الثلاجة حتى لو كانت أطعمة مخزنة من قبر الشيء الثاني دايما على ربط البيت إذا بغض تستخدم هذه الأطعمة التي هي المطبوخة تتأكد أول شيء من ضائحة ولون الطعام الذي كان في الثلاجة حتى لو كان عدة مثلا يحط أصبالها أن يحط قل المدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام لكن على اليوم الثاني شافت أن يتغير في اللون أو طعام أو ريحة ممكن تتخلص من المباشرة لأن احتمالية أن يكون تأثر للطعام بالتخزين وارد الشيء الثاني عند استخدامها المرة ثانية للطعام هذا بعد تخزينه في الثلاجة كيف أنا أستخدمها؟ إذا كانت أطعمة مثل الجامدة ومش سوائل ممكن تستخدم تدخل بميضرة حرارة عالية جدا بحيث أن تتأكد أمي بالمية أن تتخنت هذه المادة كاملة أو الطعام كامل من الداخل عشان القضاء على البكتيريا الموجودة فيها والممكن تسبب لنا التسمم أما إذا كان مثل الصلفات مثل الشربات وخزنتها في الثلاجة وينفضل طبعا توصل لدرجة الغلي للسوائل هذه حيث أن نتأكد أمي بالمية أن وصلت لدرجة الغليان والبكتيريا تكون مش موجودة أو يعني حاليا ما يكون عليها في تخلال تدرجة الغليان الشيء الثاني عند التخزين يفضل أن ينهيبت دائما طبيعتها أنها دائما تخزن في الثلاج ومش أول مرة أو مطبقة عزومات يفضل تحضل بعض المنفقات أو بعض تبين تاريخ تخزينها في الثلاج لأن هذا مهم جدا أحيانا ليس مركز على الثلاج عندها أشياء ثانية في البيت يكون مركز عليها عيالها العائلة بشكل عام فمستحيل تتذكر التواريخ أو تتذكر مثلا في التاريخ مهم جدا أنه يتقيم الأكل وتقيم لون ورائحة الأكل خلال هذه البترة طبعا لنحفظ هالأشياء محكمة الأغلاق ويفضل أن الطعام برد تماما وتأكد أن الطعام بارد قبل الدخل للثلاجة والهدف من هذا الموضوع هو لن تنتقل درجة حرارة الساخر الموجودة في هذه العلب لباقي الأطعمة وتسبب مشاكل في البكتيريا صح لأن ارتفاع حرارتها ترفع درجة حرارة الثلاجة نفس ما نطلق تهاتي يمكن أن تكون الأطعمة تكون بين 30 دقيقة يفضل الفترة التي تكون دائما تقول الوقت الذي أقدر أخزم فيه ويجعل برع الثلاجة قبل لا يمكن أن تكون 30 إلى 90 دقيقة لكي يبرد الطعام ثم تحط في أطعمة خاصة للحفظ ليس أي أكياس عادية أو أي وعاء يجب أن تكون أكد أنها خاصة للحفظ عشان البعد البرود توصل لأن ناس وائد يعني حلو ذكرتي هاي نقطة أن ناس وائد تعتمد أنها حطت في أي مكان في أي وعاء وحطت في الثلاج خلاص بيبرد بس مرات درجة الحرارة ما توصل لأوعية معينة تكون محكمة في الإقلاق فهي يأثر أن تفسد الأطعمة وما ننتبه لها بالنسبة فاطمة في نصيحة لك بخصوص الأقذية يعني في أقذية معينة نقدر نخزنها يعني نخزنها فترات معينة أو هوي شوفي الأطعمة كلها تعتمد على طريقة الطرخ على طريقة استخدام السواب الموجودة فيها هل هي من نوع الجامد أو السوائل هذا بالنسبة الأطعم مطبوخة بس في بعض الأقذية اللي هي مثلا المفروض ما نحط في الثلاج اللي هي موش مطبوخة نحن عندنا المول هذا مو شرط أن ينحط الثلاج لأنه بسرعة يفت عدش البطاطا بعد هذا من نوع اللي ينحط خارج الثلاج البصل اللي هو البصل التقطع للطبخ البصل الأحمر القصد الأفو ما ينحط في الثلاج ينحط خارج الثلاج السوم عندك الخبز الثلاج الثلاج وتريد مو شرط تسخن لا هذا صلى عليه بعض الأشكال يمكن تتكون في بعض البكتيريا أو بعض المواد التي تسبب للشخص في نفس الوقت حتى لو وصل دائما تقول أنا حسيت حتى بعد ما ثلجت أنه وصل لمرحلة كأنه طازل هي هيئة لأنه تسخين في المكويس صارتي بس لتلاحظ بعد خمس دقايق عندك القهوة لا تضع خاصة بعد ما استخدمنا أو شيء أو تبارد أنا أضع الثلاج لتفخن ممكن توقف بعض البكتيريا الموجودة في الثلاج أو أي نوع من المواد التي تسبب فساد له القهوة عندك طماطم يفضل لأنه لا ينحفظ في الثلاج العسل البطيخ لأنه ممكن بسرعة يعني يفشل عندك اليقطين أو أي نوع بعض الأطعام الورقية إذا نقدر تخزينها وطريقة تخزين كانت مناسبة ممكن لكن بعض الريحان مثلا مقفل الريحان له رائحة نفاذة وأنا أحب أن أستخدمها فرش أفضل ما نفذ في الثلاج لأننا نتفقد الرائحة النفاذة الموجودة فيها الناس بيستخدمون الريحان يعني هذه الأشياء المكسرات ممكن هذه المكسرات أنا حقق في الثلاج في البداية عندها نوع من القوام أو صلابة في المكسرات لكن المحط الثلاج تلقط الرطوبة تتملج لنا أيها هذه الأشياء يعني هذه الأطعمة التي يفضل أننا لا أحفظها في الثلاج حيث أستفيد منها مدة أطوض طبعا دائما أنا أنصح الناس الذين يستخدمون الخبروات وصاكة بشكل عام دائما لا يخضون صواكب على مدى سبوعين أو سابق أكثر فضل أسبوعيا أستاذ فاطمة خصائية تقضية العلاجية بهيئة صاحب دبي شكرا لك فاطمة عفو حبيبتي مع السلام مع السلام مستمعين العزاء مثل ما سمعنا بخصوص تخزين الطعام المطبوخ ذكرتنا خطنا فاطمة نقاط معينة ومهمة نحتاجها يوم نخزن الطعام المطبوخ ومتى نخزن بالضبط الفترات والأشياء اللي ما نحتاج نخزنها لأنها بتفسد أصلا النقطة مهمة أول ما أخزن في مكان أو أخزن في العلبة أتأكد نظافة العلبة هاي النقطة جدا مهمة أنه نفس ما ذكرت تخطنا فاطمة بعد أنه تكون العلبة أو الشي اللي أخزن فيه يوصل البرود توصل ما أخزن في أي شيء يعني يكون مناسب لهذا الشيء إن شاء الله حين بنتطلع وياكم فاصل وردي لكم في فقرة ثانية مهمة بعد صحة وسعادة مستمعين العزاء حياكم الله مرة ثانية ويا أنا في برنامج صحة وسعادة أذكركم برغام التواصل 600551414 وعلى الرسائل النصية على 4006 حياكم الله أي استفسارات أي اقتراحات أي مداخلات حياكم الله ويا أنا في البرنامج فقرتنا الثانية إن شاء الله بتكون عم مرض موجود عندنا في الإمارات يعني في كل مكان التركيز كان عليه في الإمارات صراحة والدولة مشكورة ما قصرت مع المرضى اللي عانوا من هذا المرض هذا المرض وراثي للحد الكبير فالحمد الله ما بس كعلاج حتى كوقاية وتعليم وتثقيف للأخالي حتى قبل الزواج بخصوص هذا المرض نتكلم اليوم عن مرض الثلسيمية مرض الثلسيمية نحن عارفين أنه مرض وراثي يتعلق بالدم المرض الشخص يكون حامل للمرض يكون مصاب في المرض اللي يكونوا مصابين في المرض لهم أعراض معينة لهم علاجات معينة ياخذونها الحمد لله متوفر عندنا مركز الثلسيمية اللي هو موجود في مستشفى لطيفة في دبي اليوم إن شاء الله بنتكلم أكثر عن هذا المركز الخدمات اللي يقدمها المركز خلال فقراتنا الثانية يعد مركز دبي للثلسيمية أحد المراكز التخصصية المتميزة في هيئة الصحة في دبي حيث يتمكن خلال الفترة الماضية من تحقيق العديد من الإنجازات المتعلقة بخدمة ورعاية المرضى للحديث عن إنجازات وخدمات المركز يسرنا اليوم يكونوا إيانا في الستوديو الدكتور عصام ظهير استشاري أمراض الدم بمركز دبي للثلسيمية صبحك الله بالخير دكتور حياك الله دكتور دكتور حابين نعرف أكثر عن الخدمات اللي يتوفرونها في مركز الثلسيمية للمرضى وشو الفئات العمرية اللي يخدمها المركز قبل هذا بس حبيت أنوه لشغلة أنه مركز الثلسيمية في دبي كان أول مركز أنشئ كان مركز الثلسيمية في الشرق الأوسط فكان أول مركز أول فكرة مركز إنشاءه في الشرق الأوسط كانت لدينا في دبي انطلاقها من هذا المركز تم تطوير خدمة مرضى الثلسيمية وتطويرها بالكامل بدون بينشمارك يعني بدون تقيسيها في حدا سابق عام الإنجازات لكن مركز الثلسيمية قام بتطوير الخدمة وتصديرها للآخرين وعطاها للآخرين مجانا وطور الخدمة بس بش في دبي الإمارات كلها وبعدين طلعنا على الدول القريبة مننا وتقريبا مغطينا حاليا كمركز الثلسيمية مغطي كل منطقة الشرق الأوسط بإنجازاته اللي بعملها دكتور قبل حتى ما نعرض عن الخدمات ممكن تعطينا باختصار عن مرض الثلسيمية شو مرض الثلسيمية مرض الثلسيمية فقر الدم وراثي يعني نوع كتير من فقر الدم هذا نوع بالتحديد فقر الدم الوراثي وهذه الصعوبة وهذه الصعوبة في المرض أنه أنا حامل الصفة زوجتي حامل الصفة ممكن عندي احتمال 25% من أطفال يطلعون مصابين بمرض الثلسيمية في كل حامل ممكن نكون 25% فعندنا في دولة الامارات معنى احصايات ثابتة لحد الان تتغير التركيبة السكانية فيها كل لحظة وإحنا متكلم في مئة الف دخلوا الدولة فبغيروا التركيبة فإحنا لحد الآن إحنا نتكلم على حوالي الفين مريض في الدولة الفين مريض المريض اللي هو دم الحمراء اللي بتتكسر بسرعة إحنا كرات دم الحمراء في النسان البالغ بتعيش مئة عشرين يوم في مريض التلسيمة بتعيش تلاتين يوم بالكتير بيحتاج استمرارية نقل الدم فإذا إنت اتحملت مسؤولية وجود خدمة التبرع بالدم الطوعي اللي موجودة في الدولة اليوم عشان توفر لي كميات مرعبة من الدم لهذا هلاء المرضى مركز ثلاثين دبي لوحده بيخدم تمانمئة وخمسين مريض ما شاء الله التمانمئة وخمسين مريض هو يعتبر أكبر مركز موجود في المناطق كله في الشرق العوصر على الأقل إحنا متكلم عن تمامئة وخمسين مريض منهم أربعمئة وخمسين عنقل الدم مستمر يعني كل تلاتة سبيع لأربعمئة وخمسين مريض دول بيجوا بياخدوا كورية دم حمرة مركزة وبطلع زي بروع البنزين بعبي بنزين وبطلع الطفل بحافظ على حياة الطفل بطريقة جيدة بمتابعة حليل بمتابعة الحديد الزايد اللي في الجسم اللي هو القاتل بالنسبة لمريض الثلاثيم بيعطيله الأدوية المتطورة جدا جدا الحديثة اللي وصلت في العالم وبنعالج المرضى بالإضافة لأنه مريض الثلاثيمية أسعد مريض الثلاثيمية في العالم موجود هو في دبي أسعد أسعد مريض وتجديها بأنك تشوف المريض ليس لدي أي تغيرات في العظام الوجه النمو طبيعي جدا عند عدد كبير متزوج عند عدد كبير مخلف عدد كبير منهم خلصوا في ماجستير ودكتوراه مسكين مراكز قيادية في الدولة مركز يعني مرضانا من أجمل مرضى أروع مرضى في الدنيا موجودين هذا يعكس دكتور الخدمات التي تقدمونها أنها خدمات مميزة فممكن تذكر الخدمات التي تقدمونها في المركز مركز 30 في دبي متميز بخدماته المتطورة جدا 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 التي تحدث ما يوجد في العالم موجود في هذا المركز أحدث ما في مكان في العالم يستطيع أن يقدم أكثر بما يقدم هذا المركز الآن دولة الإمارات لما في دبي لما قررنا افتتاح مركز ثلاثيمها في ذلك الوقت كانوا فقر البحر المتوسط وإحنا في خليج العربي أثبتنا بالدراسات في ذلك الوقت في الثمانينات في أواخر الثمانينات 1989 أنه نسبة حاملية الصفة بين مواطني دولة الإمارات من أعلى نسب ونسبة حاملية الصفة في المقيمين في دولة الإمارات من أعلى النسب ما شاء الله يعني التركيبة السكانية حتى كلها تقريبا أنه تعطينا من أعلى النسب فكانت العناية في هذه المرضى كانت مكلفة جدا صعبة جدا لكن كالعادة دبي يعني تعاملت مع الموضوع بحرفية غير عادية بتوجيهات من حكامنا ومن مسؤولينا في هذا البلد الغير عادي فتبين أطورنا أنه المرضى أنه ما عندي مريض كان كان زمان ما بعيش و12-13 سنة كله بيكون ماتوا في هذه الأمور لكن اليوم بتتكلم على 50-60 سنة عندي أنا مرضى موجودين وطبيعيين وحياتهم طبيعية جدا إذن اللي قدمته دبي ولا دولة الإمارات بالكامل أنه هذا المريض وجد أفضل علاج ممكن يحلم به أي إنسان أي إنسان مواطن أو مقيم بيجد العلاج بالكامل وبتوفر مجانا إله بكل جمال العلاج الآن الحاجة الوحيدة الغير متوفرة عندنا إحنا اللي هي عملية زراعة النخاء اللي هي العلاج الشافي من هذا المرض غير متوفرة في الدولة لكن دولة الإمارات شوف فيها جزئتين مواطني دولة الإمارات الدولة بالكامل متكفلة بهؤلاء المرضى إذا عندك متبرع مطابق خلال الأسبوع بيكون جاهز للسفر لأفضل دولة في العالم كانت أمريكا كانت كوريا كانت أي دولة لعمل العملية والشفاء من هذا المرض الوافدين المقيمين اللي موجودين في الدولة حتى هذول المجموعة في دولة الإمارات تتميز بأنه جمال الخدمة أيوه في خدمات إنسانية وتوفر مبالغ اللي محتاجين للسفر للعلاج قرج الدولة للوافدين أيوه دكتور بما أنك ذكرت بخصوص عمليات زراعة نخاع العظم فالطفل أو الشخص المصاب بعد الزراعة يرجع للبلاد يعني ما بيكمل طول حياته في بلد الزراعة في يوم يرجع لدبي يرجع للمركز بعد نفس الشيء للمتابعة شو الخدمات اللي يتقدمونها أو يقدمها المركز لهذه المرضى نفس التميز اللي موجود في دبي كالعادة أنت أي مؤسسة بسلمقية في دبي لازم تجد فيها حاجات متميزة مختلفة عن أي مكان في العالم أنت اليوم تبعت المريض اللي عمل الزراعة في الخارج كان المريض بيعد سنة وسنتين اليوم احنا وفرنا عفوا احنا وفرنا الخدمة للمريض بحيث أنه ما يستنوا برا الدولة يجوا على الدولة عنا وكان توفير عيادة متابعة بعد الزراعة النخاء اليوم العيادة هادي بتغطي كل المرضى بيعدة المريض أربع شهور في عملية الزراعة في البلد وبرجع ما بيصير عندهم هومسيكنس ما بيصير ولادهم اللي موجودين المتابعة هون جيدة جدا منتابع التنسيق مع مركز الزراع اللي صار فيه عملية الزراعة ونشحين جدا في هذا الموضوع من سنوات طويلة جدا وكل مرضانا عنا أكتر من مئتين مئتين وخمسين مريض عملهم زراعة كلهم من أجمل ما يمكن الحمد لله دكتور من كلامك عرفنا أن مرض الزراسيمية يعني أولا مرض وراثي ثاني شيء مرض يستمر مدى الحياة لإلاجات مختلفة فدورنا في توعية المجتمع يعني نحن عارفين توعية المجتمع بهذا المرض توعية المجتمع بكيف نتعامل مع هالمرض إذا شخص انصاب فيه هذا له دور كبير فشو أهمية رفع الوعي المجتمعي بمرض الزراسيمية الجهود اللي تقدمونها في هالمجال بخصوص رفع الوعي نفس النظرية التميز اللي موجودة في المركز موجودة في خدماته المركز ما قام بس بتوفير الخدمة للمرضى اللي موجودين عنده طبعا أفضل خدمة للمرضى هذه الشريحة من المجتمع صارت منتجة وصارت تشتغل وصارت تنتج في هذا المجتمع الحمد لله لكن كانت البعد النظر عند القيادة في الدولة أنه كيفية التعامل مع هذا المرض الوراثي مرض وراثي معناها أنه حاملي الصفة ليس لديهم أي عراض يعني أنا وإنتي اليوم موجودين معناش أي عراض أنا ممكن أكون حامل للمرض أنت تكون حامل لصفة المرض يتم الزواج بين الطرفين يصير عندي طفل مصاب الدولة كان عندها وعي في هذا الموضوع واستطاعت أنه تلزم بقانون مجلس الوزراء في عام 2006 إلزامية الفحص قبل الزواج لعمل الفحصات قبل الزواج وعرف الطرفين أنه أنت حاملة صفة وهي حاملة صفة لأنه ليس هناك داعي لأنه أروح للطبي وقول له أفحصني صح إذن الوعي كان تركيزنا في ذلك الوقت في من 1989 للتركيز على أنه نفرض الوعي في المجتمع أنه افهم يا عالم أنه بدون أعراض لازم تعمل الفحص بدون أعراض وهذه كانت الصعوبة وما زلنا لليوم في عنا حالات تولاد جديدة لكن نحاول نقللنا عدد الولادات الجديدة بطريقة دراماتيكية غير عادية وهذا يميز برضو الدولة بتطور اللي موجود عندنا فيها الدولة الحمد لله دكتور ممكن تبرزنا أهم الإنجازات اللي حققها المركز المركز حقق إنجاز أنا بعتبره إنجاز غير عادي بأنه لم يتمحور حوالي نفسه بس خدم مرضاء الموجودين في هذه المنطقة لكن طور خدماته وطورها ونقلها لكل إمارة في الدولة الحمد لله لكل مكان ولم وتعدن ذلك إنه عنده أمرضة من دول المحيطة توصلنا مع الدول المحيطة هذه ونشرنا موضوع الثلاثيمية وحطنا لهم الوعي واستطعنا إنه ننجز في هذه الدول المحيطة وعي في هذا المرض ونحاول نقلل نسبتهم ونحاول نوفر خدمات عندهم في هذه الدول واستطعنا اليوم إنه عنا جمعيات ومؤسسات في الدولة تدعم هذا الموضوع عنا الاتحاد الدولي للثلاثيمية إحنا من أكبر العضاء فيه في عنا عضوين دائمين في المركز في الاتحاد الدولي للثلاثيمية بلش علد على المنطقة الشرق الأوسط أبتكلم على العالم اللي هو تابع للمنظمة الصحة العالمية واستطعنا من خلاله إنه ننسيطر على موضوع الثلاثيمية في منطقة العربية اللي فيها انتشار غير عادي في مرض الثلاثيمية دكتور باختصار كلمة أخيرة توجهها الجمع اللي مستمعين بدون ما نوصل لأنه كل فرد في دولة الإمارات مواطن أو مقيم لازم يوصل لأنه يعمل الفحص ويعرف حاله حاملة صفة أو غير حاملة صفة كان مقيم أو كان مواطن لأنه نحن من أعلى النصف العالم دكتور عصام ظهير استشاري أمراض الدم بمركز دبيل الثلاثيمية شكرا لك دكتور خيرك الله مستمعين العزاء سمعنا عن مرض الثلاثيمياز شكرا دكتور عصام بعد له أنه شرحنا باختصار عن المرض وشو الخدمات اللي يوفرها المركز إن شاء الله طالعين فاصل وراجعي لكم صحة وسعادة مستمعين العزاء حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامج صحة وسعادة نذكركم برقام التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006 حياكم الله استفسارات مداخلات اقتراحات حياكم الله خلال أرقام التواصل اللي خبرتكم فيها الحين إن الفقرة الثالثة فقرتنا في حدث جميع المؤسسات الحكومية تنتظره وتستعد له وتهيئ له يوم بعد يوم فيه تحديات كثيرة فيه أشياء حلوة اللي هو المشاركة بطولة الألعاب الحكومية هيئة الصحة في دبي إن شاء الله بتكون مشاركة في الألعاب الحكومية وأنهت هيئة الصحة في دبي استعداداتها للمشاركة في هالبطولة التي ستنطلق لسبوع المقبل بمشاركة واسعة من مختلف الجهات للمنافسة فيما بينها في العديد من الألعاب والتحديات الرياضية الممتعة والشيقة للحديث عن البطولة بشكل عام واستعدادات هيئة الصحة بدبي بشكل خاص يسرنا أن يكون معنا اليوم في الستوديو كل من الأستاذ حوى عبدالله مديرة فريق سيدات الهيئة المشاركة في بطولة الألعاب الحكومية والاستاذ عبدالله الفلاسي مدير فريق شباب الهيئة المشاركة في بطولة الألعاب الحكومية صبحك الله بالخير مبروك عليكم الرحمة ما عليكم إن شاء الله في البداية نحن عارفين التجهيزات بخصوص الألعاب الحكومية والهي الحمد لله ما قصرت يعني بخصوص التدريبات اليومية لموظفينها المشاركين إن شاء الله في الألعاب الحكومية حبينا نعرف استاذ حوة ممكن تعطينا فكرة عامة عن بطولة الألعاب الحكومية متى بتبدأ وكم بتستمر والجهات المشاركة فيها طبعا المبادرة هذه هي النسخة الثانية بتكون وهيئة الصحة لها الحمد احنا مشاركين فيها فبتكون إن شاء الله من تاريخ ثلاثة أبريل إلى ستة أبريل مدتها أربعة أيام واستعداداتنا نحن الحمد لله على قدم وساق تدريبات ما شاء الله يعني سواء من الشباب أو من البنات تدريبات وايد جامدة وهالسنة احنا يعينا إن شاء الله بقوة أكثر عن العام وإن شاء الله توفيق للكل إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله أستاذ عبدالله ممكن تحدثنا عن تدريباتكم كيف تكون يعني بشكل يومي بشكل أسبوعي كيف تنظيمات الألعاب التدريبات يعني محتكرين عندنا الموظفين لأن هذا موظف في البداية أيوة صحيح ما قصر إن شاء الله معا لي حميدك طامي على تفريغ الموظفين هذي له للقيام بالتدريب الأيام كانت من توزع تقريبا ثلاثة أيام في الأسبوع وكان مكثف يعني على اللهم في كذا نوع من التدريبات ومختلفة بين التحمل على يعني قوة التحمل على الذكاء على الأمور هذه فيه متوزع من نوع التدريبات والحمد لله هاي صالهم تقريبا حدود ثلاثة أشهر هم يتدربون نوعين الفيميل والميل شو بتكون الألعاب اللي تتضمنها هاي البطولة شوفي الألعاب مستحيلة لأنها نوعية لأنها هي نوع من سيكرتب تكون بينهم لأنها فيها ألعاب على المجهود البدني فيها ألعاب تكون فيها نوع من السمارت إنها بوزلز اللي فيها الألغاز أيوة كيف تحلل اللغز عشان تركب اللعبة فهي عملية تركبية وهذه مش أول مرة بتكون لنا العام شاركنا هنا كفريق ومرت عليهم النوعية النوعية لالعاب ولكن بالضبط أن نقول لشي مثلا هالنوع 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 هاي صعب بتكون مفاجأة للفرق كلا فهي هالسنة بتكون أصعب من السلطافة فيها بيكون في نوع تحدي فيها ما شاء الله هذا شي جدا جميل حتى يعكس تحدي يعكس روح الفريق الواحد يعني ما بس أن ألعاب أنت تمارسها وبتصير تطبقها بتحس أن لا بالعكس يعني شيء تطور بعد ذكائك يطور شيء تلعبون كروح فريق واحد هو الهدف الشيخ حمدان فريق واحد وهدف واحد مجموعة من لعبة عملهم عمل واحد وكفريق يعني ما يقدر اللاعب واحد مميز على الثاني لا هذا مكمل للآخر فهي الهدف منها أن يكون هناك فريق واحد وعمل فيه نوع من الشراكة للوصول الحمد لله هو بظيف دكتور أنه إحنا أصلا حتى اللاعبين اللي إحنا اخترناهم عندهم الياقة بدنية هائلة يعني مو بأي حد يقدر يلعب للعاب هاي فيه مرتفعات فيه حواجز فيه المونكي بار يعني فيه كذا لعبة فلازم هوم يكون أول شيء متدربين تدريب هم أصلا من قابل ما شاء الله عليهم أغلبيتهم يروحون الجموات ويدربون ففيه مثل ما تفضل لأخوي عبدالله فيه ألعاب فيها ذكاء يعني حتى فيه كل فريق فيه كابتن الكابتن هو القائد اللي هو اللي يدير الفرق نفسها فبتشوفين لازم يكون بينهم انسجام لازم يكون بينهم تعاون فيه ألعاب تحتاج لتفكير استراتيجي لازم القائد يعرف مثلا هاللعبة شو التكنيك اللي بيستخدمها عشان بس يصون للهدف اللي هم يبونه فمعظم الألعاب فيها مثل أشياء مثل ما قال عبدالله فيها يعني تحتاج قوة ذهنية القوة بدنية والياقة عالية حق اللاعبين وما شاء الله عليهم هم قائمين بتدريباتهم شوفي سوري بعد اختيار اللعبة ما صار بالعبات لا لا فيه أمكاني مثلا احنا شاهدنا لاعب عنده أمكانية القوة لازم يكون في واحد يتحمل الضغط والأفقال في وزن احد عنده معرفة في السباحة احد عنده في الحلل الراز فالنوعية كانت عبارة عن تم تجميعهم على حسف شو يحتاجه العام يوم شفنا بيان عندنا مثلا فيه أشياء نحتاج بها فتم اختيار اللعبة على شو مهالاته وامكانياته ممتاز يعني حتى درسته شخصية اللعب او درسته نقاط قوته عساس تمكينه وتمكين الفريق ككل يعني توزيع النقاط سلام جلال التدريب ركز على هاي النقاط يعني كل لاعب المدرب معهم مدربين على فكرة المدرب يعرف وين النقطة الضعف عند هذا كيف يقويها وكيف يرفع من مستوى ثاني مثلا واحد يقولت عنده كجسم هادي هذا بس كان يحتاج يكوني نقص من وزنه المدرب يدخل في هاي التكنيكة فالحمد رب العالمين يعني صارت اختيارهم اختيار موثق من الحمد رب العالمين وانا نسى انهم موظفين بعد وغلبيتهم كانوا مشتركين في النسخة الاولى يعني فما شاء الله الحين هالسنة عيداشين بقوة الحمد لله يعني عندهم فكرة سابقة بالنسبة للالعب او كيفية فكرة النوعية 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 مثل ما قلتوا لانه تتبدل كل السنة هاي المستحيل لان اللغز اللي كان العام ما بيكون السنة والعام كان سبع تحديات وهالسنة زيادة وخليهم تسعة ما شاء الله يعني صعبوها عليهم صعبوها بزيادة فقلتش الكمبيتشن هالسنة هالسنة هالفكرة بعد في دول شاركت دول مثل مملكة البحرين مشاركة بريطانيا الولايات المتحدة أمريكا أردن أصر في مصر يعني هاي في الدول كم شاركة مبرع غير الدول الشهات الأخرى أكيد لأن فكرة التحدي حتى متميزة صراحة أنه ما بس يعتمد على المجهود البدني أو الرياضة البدنية لا حتى التكتيكية كيف يعني حتى أنتم ذاكرين أن تيم ليدر يكون موجود أو أن قائد يكون موجود وياهم مع أن لعبة أنتم مبعافين يعني فرضنا كرة القدم في صحفية تيم ليدر قائد بس لعبة معروف نمطها بس هذه اللعبة ما معروف نمطها يعني تتبدل في لحظات الكابتن الفريق فره هو يختار عند اللعبة أنا وين أختار اللعب في اللعبة المناسبة فإختيار اللعب مثل كوت لغاية بشكل في الكورة أي يختار اللعب وين يدخله وين يخطه فهين نفس الشيء الكوت يجب يختار اللعب في اللعبة فهين الاختيار بعد صعب على المدرب يختار اللعب صح أكيد الإدları ب valuable لأنه تحدي كبير صراحة صح عدد الألعاب اللي بتشارك فيها الهيئة في الألعاب الحكومية هم عشر ألعاب تسع خاناتي عشر عشر بس تسع تحديات هم عشر ألعاب وكل لعبة صراحة اسمها يخوف أعطيك أمثلة في أكوافوبيا زهايمر المصيدة هادم الأنفاس إزرائيل مبهادم الأنفاس الألعاب شوية الأسام يتخوف صراحة تعرفين يعني تخليك تحدي للواحد وتشوق يبغي يعرف يعني حتى لو تقولين هذا حسني بتابع هادم هادم والحلقة الأضعف يعني فيه مسميات صراحة تخوف بس تحسين أنها تعطيك مثل تحدي وتعطيك يعني أن تبغيين تشاركين تعرفين شو فيها وتعطيك روح مثل الطموح أن لا أنا بفوز أنا بكون يعني موجودة صراحة الفرق وايد متحمسين هالسنة أكثر عن العام لأنهم يعني يشتغلوا على عمارهم عدل وإحنا كمدراء فرق أنا والأخ عبد الله عنا جداولهم نصيروا نطالعهم في الميدان نوعية التمارين يعني يمسوين فل أب مع اللاعبين أول بول فمشاء الله عليهم يعني إن شاء الله نأخذ يعني نفوز هالسنة لأن العام يعني حتى قالوا يمسوينا البرنامج زيكرة وصراحة اسم هيئة الصحة كانت الفرق من أحسن الفرق الحمد لله أصر النسائي صعدنا نحن المركز الرابع في المرحلة الأولى صعده ترى هي عبرها مرحلة أولى ومرحلة ثانية في أول مرحلة ما شاء الله عليهم صعده بس السنة هاي ناوين على أن يصرون خايفين خايفين كلحد يسألنا يشوفونا هيئة الصحة إن شاء الله الأول إن شاء الله الأول إن شاء الله الجميل بعد خلال فترة لطافت شاركتوا حتى في سبارتن شاركتوا في كذا فعالية يعني ما تمتوا أن بس تدريباتكم يعني هالشي جدا جميل يعني ممكن تحدثون يعني يوم دخلوا سبارتن أو دخلتوا يعني تنسيقكم لسبارتن تنسيقكم للفعاليات ما بس سبارتن أشياء ثاني دخلوها الفريق شو أهميتها الشيء لها فرصة لللاعب إنه يدخل في سياق المنافسة النوعية يعني ما بتختلف كثير عن اللي بيستوي في الإعلام الحكومية في سبارتن اللي كان في مثلا في المليحة أو اللي كان في المرموم هي عبارة عن يعني بعض الأشياء أو بعض الألعاب اللي هي نمس النوعية بس تختلف في الصعوبة تختلف في الأشياء مجاركتهم معا كانها براكتوس يعني كان هنش قاعد يدربون فعليا على الجو المسابقة التحدي اللي بيكون التحدي الأصعب هناك بيكون تحدي أصعب بس هذا يعني يدخلون في الفورما خلال نقول مثلا لأن مجارة يشاركون فيكون لهم عندهم خلاص دخلوا في هذا لأن السنة طافت والحين قبل ما يدخلون في التحدي الصحيح يكونوا مهيئين يكونوا على الأقل مرة وشافوا لأن مثلا في بعض عندنا اللاعبات اللاعبات إداد إداد الفريق فهذا يعطيهم فرصة بعد عشان يعطيهم ما يكون الجو متغير عليهم صح وصورة ذهنيك متكاملة قبل ما يدخلون للتحدي الجميل المرة اللي طافت كانوا يانا الأستاذ حمز عباس تحية خاصة له بالنسبة لي حتى طريقتكم في اختيار الألعاب يعني حتى قال لي لا ما بندخلهم هالمرة أساس ما ينضغط الفريق أكثر يعني الجميل أنكم توازنون في كل شي ما بس ضغوطات عساس الفريق يتدرب يعني التدريب نحن أصلا البنات هالفترة يعني معطيناهم مثل بريك حتى اليوم عندهم تمرين بس قالينهم الفترة هاي لين الأسبوع اللي هي خلاص تكونون ريلاكسنج مود وتتدربون حتى يعني بهدوء رواقال لأن الشهرين الثلاثة الشهور اللي طافت صراحة كانت ويت تمارين شوي يعني قاسية وشاركون بالإضافة لتدريباتهم يشاركون في سبارتون ريس يعني دين آخر سبوع الماضي كان الجمعة بعجمان كانوا مشاركين في سبارتون ريس ما شاء الله شو أهمية أستاذ عبدالر شو أهمية مشاركة الهيئة فان حدث رياضي شو أقول هي أهمية كبيرة ليش أنت تكلمين عن موظف سواء كان على الأوفيس أو دكتور أو موظف هذا مجاله غير أنت يوم تدخلين شخص كعامل أو موظف في مجال تقولي له نفس الرياضيين اللي هم محتكرين هذا هذه نقلة كبيرة لها الموظف شاف نفسه هو يقدر ينافس هالرياضي اللي هو متفرق فصارت لهم عندهم الموظفين نوع من تحدي أنا أقدر أكون مثل هذا اللاعب اللي هو كبير كبير صراحة صار ما عندنا الخوف النوع من أنا أوصل عندي المقدرة للتحدي يعني يعني مثلا يقولك أنا أقدر أسوي هالشي صح فطلع الموظف من إطار اللي هو اللي هو الروتيني طلع إلى شيء نشارك رياضيا بدينا جسميا عقليا استخدم جميع الحواس اللي عنده في هذه الرياضة بالعكس هذه صارت ويدين من موظفين تمنون يعني العدد محدود عندنا فيقولك أبا شارك أبا شارك وعدين يقولون صح بس أنا أقولك إن شاء الله في الحاول ونحاول أن نشارك الأغنية فأهمية كبيرة كانت للموظفين أنا أشوفها من وجهة نظريها الحمد لله باختصار كلمة أخيرة وجهونها المستمعين الكرام أستاذ حوا بصراحة نبوى تشجيع من الجمهور ومن وظفية هيئة الصحة إن شاء الله يوني شاركون ويشجعون اللعيبة وشكر خاص لمعاليه على دعم اللجنة الرياضية صراحة ممكسر معانا سواء اللعيبة سواء دعم مادي أو دعم معنوي وإن شاء الله المكز الأول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أستاذ عبد الله أنا الله يسأل أنت أطلب من الجمهور مو بس الموظفين الهيئة لأن هذا الشي دافع لكل موظف لكل إنسان رياضي أنا كثير تسعمل للسفورت في الوجود لأن وجود المشجعين يعطي حافز لللاعب يعطي ما داخله من اللي هو يسوي يعني ما يعطي خمسين يعطي أكثر من خمسين وستين بالمئة صح فوجود المشجعين جنرال عاما يفضل لها المناسبة لن يحسون أن نقولها كتشجيع ومن الجميع صراحة يعني أكيد يعني يعطي حتى الموظف أو يعطي المتحدي يعني طاقة أكثر حتى عن الطاقة اللي قاعد يعطيها كل التوفيق نتمنى لكم إن شاء الله وإن شاء الله نسمع إن شاء الله المركز الأول إن شاء الله وإن شاء الله بنكون متواجزين وياكم ضروري إن شاء الله لسبوع الياي في الألعاب الحكومية إن شاء الله ذكريني حوان قلت لي هم بيكون إن شاء الله من ثلاثة أربعة لنسا أربعة فريق الرجال كل التوفيق إن شاء الله وجود الشيب بتاريخ ثلاثة أربعة ساعة أربعة أ comparوا يعني خمسة بيت طiseen وبتنون هو أربعة يكن متواجدين في الكايت بيتش في جميره والرجال بعد أن أعلنها أربعة أربعة الساعة أربعة يبدون وأتمنى من الجميع يكونون متواجدين إن شاء الله كل التوفيق نطمنى لكم إن شاء الله وإن شاء الله ما رأينا نستضيفكم وإحنا نبارك لكم إن شاء الله بالفوز إن شاء الله شكراً على وجودكم اليوم إيانا أستاذ حوة عبدالله مديرة فريق سيدات الهيئة المشاركة بطولة الألعاب الحكومية والأستاذ عبدالله الفلاسي مدير فريق شباب الهيئة المشاركة بطولة الألعاب الحكومية شكراً لكم يا مرحبا مستمعين الأعزاء وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم وياكم نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع جميلة مفيدة ومبروك عليكم الرحمة مرة ثانية في نهاية البرنامج أشكر في فريق العمل ويانا اليوم في الإعداد حسني البلاونة في التنسيق ميرا لقفلي في الإخراج عيسى سبيل أشكر عيسى يعطيك ألف عافية ومحدثتكم دكتورة عاش البسطي إن شاء الله نلقاكم يوم الأحد ودمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي